بداية شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللخوم أونلاف في عملية جديدة لتفرغ مادة البطاطا من المخازن وضخها في مختلف أسواق الجملة المنتشرة عبر تراب الوطن لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جشع المضاربين حسب ما أفد به بيان للديوان واتمت العملية بالتعاون مع 31 متعامل مخزن شملت 13 ولاية تتضمن الجزائر بمرداس البوليدا تيبازا عين الدفلة لمدية لبويرة غليزان شلف معسكر الطارف مسيلة واسكيكدا حيث ستشهد هذه الولايات ضخ كميات ضافية من مادة البطاطا تماشيا واحتياجات السوق من هذه المادة الواسعة لاستهلاك هذا وطمأن الدوان بأن أسعار البطاطا ستشهد استقرارا في الأسعار خلال الأيام القادمة وذلك فور دخول منتوج ولايات المدية لبويرة بمرداس للسوق بعد الشروع في عمليات جني محصول هذه المادة